اهلا بكم مشاهدينا الى موجز باهم واخر الانباء من قناة الشروق اكد رئيس حركة العدل والمساواة السودانية جبريل ابراهيم ان البلاد وصلت درجة من الاحتقان تتطلب جلوس كل الاطراف للحوار للخروج بالبلاد الى بر الامان دعينا نرجوع الى تقاليد شعب السوداني الاصيل وإعلاء قيم التسامح وقال جبريل في كلمة له خلال الافطار السنوي للحركة بضحية المنشية امس نحن في حاجة لنزع شح النفس والتعصب مشيرا الى ان ذلك اقعد بالبلاد معربا عن امله في ان تتآلف القلوب اطلق ديوان الزكاة بولاية جنوب دارفور واحدا وثلاثين نزيل من سجن نيال امس السبت السابع عشر من رمضان بحضور والي جنوب دارفور حامد هنون ومدير شرطة الولاية اللواء احمد الزين ومدير ديوان زكاة الولاية وعدد من قدة العمل التنفيذي بالولاية حيث بلغت كلفة اطلاق النزلاء اكثر من اثنين وعشرين مليون جنيه وادع والي جنوب دارفور حامد هنون النزلاء الذين اطلق صراحهم بالاستفادة من دروس الماضي ومراجعة النفس والتفكر في المستقبل شاكرا جهود الزكاة في دعم الشرائح الضعيفة خاصة في شهر رمضان المعظم أقامت الفرقة الثانية عشر مشاه سنكات افطارا رمضانيا احياء لذكرى غزوة بدر الكبرى لمواطني سنكات الذين عبروا عن فرحتهم ومشاركتهم جنود الفرقة البواسل هذا الحدث المهم ووجدت الدعوة استحسانا كبيرا من عمدي ومشايخ المنطقة الذين ثمنوا التقارب الكبير الذي بدأته قيادة الفرقة مع عيان المحلية وتسخير كل إمكانيات الفرقة لخدمة المواطنين بالمنطقة شبى حريق في الثانية من صباح السبت من محالج الأقطام مدينة ربك بنيل الأبيض والتهمت النيران كميات كبيرة من الأقطام المعدل الحليج القادمة من عدد من المشاريع الزراعية ونفى مدير محالج ربك إسماعيل محمد عثمان أن تكون أسباب الحريق بفعل فاعل لكنه أشار إلى أن الحريق كان نتيجة الاشتعال الذاتي ولم تتم حتى الآن عمليات حصر الخسائر جراء الحريق أخيرا مشاهدين انطلقت مساء أمس بساحة الحرية تصفيات المشاركة في معسكر الاتحاد الدولي للدراجات المقام بجنوب إفريقيا للدراجيات تحت سن 21 سنة وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد السوداني للدراجات في دورته الجديدة بدأ فعليا في تنفيذ برنامجه الانتخابي الذي وعد به وكانت أول خطواته تطوير اللعبة عبر رفع كفاءة الدراجين وأساليب التدريب والمعسكرات الداخلية والخارجية والمشاركات الخارجية انتهى موزة الأخبار المزيد تفضل بزيارات موقع شرق نت فرعيط الرحيم ترجمة نانسي قنقر